اصدر اتلاف الاغاثة الانسانية بمحافظة تعز تقريرا جديدا عن الاوضاع الانسانية في المحافظة تضمن اجمالي الخسائر البشرية والمادية التي تم رصدها واعلن اتلاف الاغاثة في تقريره مقتل 172 وجرح 721 شخصا بينهم نساء واطفال خلال نوفمبر الماضي بينها اصابات خطيرة جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف على الاحياء السكنية وذكر الاتلاف ان 65 منزلا ومنشأة ومساجد ومباني حكومية وخدمات عامة تضررت بفعل الحرب منها تسعة منازل تعرضت للتفجير بالالغام والعبوات الناسفة بالاضافة الى تضرر 40 منزلا اخرى كليا وجزئيا في احياء مختلفة من المدينة جراء القصف العشوائي كما يؤكد اتلاف الاغاثة الانسانية في تقريره بان خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة الى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والادوية وعدم وصول المنظمات الاغاثية والمانحة الى مدينة تعز واشار الاتلاف الى ان 752 اسرة تعرضت للنزوح والتهجير القصري من منازلها جراء المواجهات المسلحة والقصف العشوائي في عدد من القرى غرب وجنوب تعز بالاضافة الى منطقة وادي صالة وجولة القصر شرقية المدينة